نختتم هذه الجولة أستاذ حيدر من صحيفة السودان ومنها نقرأ أسعار الدولار تواصل التراجع في السوق الموازي واصل الدولار التراجعه أمام الجنيه في السوق الموازي ووصل يوم أمس إلى 40 جنيه مقارنة بـ 48 جنيه فاقداً 8 جنيهات خلال أسبوع وقال تجار بالسوق الموازي إن هناك تراجعاً كبيراً في سعر الدولار ما أدى لتكبد عدد من التجار خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي أشار أحد التجار إلى أن سعر الدولار ظل مطلع الأسبوع الماضي بين 78 إلى 48 جنيه وتراجع عقب توقيع اتفاق جنوب السودان إلى 43 جنيه وهو سعر أقل من الذي اشترى به التجار ما كلفهم خسائر فادحة توقع أن يصل الدولار التراجع أمام الجنيه خاصة بعد انتهاء موسم الحج إضافة إلى إعلان الحكومة ضخ نفط جنوب السودان مطلع سبتمبر هو ما بين 47 إلى 48 أعتذر على هذا الخطأ في النقل ولكن تراجع جديد في أسعار الدولار هذه المرة بأمر سياسي وهو توقيع اتفاق جنوب السودان والتقارب بين الخرطوم وجوبا 8 جنيهات في أسبوع أيضا هذا هوبوط غير حقيقي هو تشوف الدولار في بعض أسباب ارتفاعه أو انخفاضه أسباب غير واقعة وغير حقيقية نتيجة إشعار نتيجة أخبار نتيجة توقعات هكذا لذلك أن ارتفاعه أيضا غير حقيقي نعم لا مش بالمجمل واحد من الأسباب يعني أسباب هذا الهبوط هو سبب غير حقيقي وإنما نتيجة هذه الأخبار يعني بعد الحديث عن توقيع اتفاق الجنوب وبدء ضخ النفط في أوائل سبتمبر القادم في بدايات سبتمبر القادم بالإضافة لشحة سيولة أصلا موضوع سابت بالإضافة لأيضا خبر أزيع عن بدء البنوك السودانية بدء التعامل المصرفي مع البنوك الخارجية كل هذه مجتمعة يعني جعلت المضاربين في الدولار والعملات الحرة يتخوفون ولهذا سارعوا للتخلص من كميات من العملات الحرة وأبرز الدولار ويعني بسعر كما جاء في الخبر أقل من السعر الذي اشتروا به هذه الدولارات وده فعلا بيتسبب لهم في خسائر وهم هكذا يعني ربما وهكذا أصلهم هم مغامرون يعني هم مضاربون ربما لأسباب محددة يخسرون مبالغ كبيرة ولكن بعد قليل ولأسباب أغرى أيضا تتضاعف أربعهم من عمليات المضاربة وهكذا فهذه هي مجرد أخبار يعني حتى الآن يعني اتفاق الجنوب لم يتم بشكل نهاي والرسم ولم يتحقق الاستغار بشكل واضح ولم يتم ضخ البترول وعوايده يعني تم تحصيل عوايده وهكذا أيضا حتى الآن هناك فقط حديث عن بدء التعاملات المطرفية بين البنوك السودانية والبنوك الخارجية ولكن عمليا لم يحدث هذا وهكذا كما تعرف حتى الآن وإنما هي مجرد معلومات وأخبار هي السبب الحقيقي في هبوط الدولار وبهذا وبهذا الفهم ليس من المستمعات بعد قليل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى ظل هكذا يعني يعني يرتفع وينقفض يرتفع وينقفض هكذا يعني شخصيا على كل حال مسألة العملات ومسألة هذه حلولة واضحة جدا من ناحية اقتصاد ما هي ألا 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 الصادر زيادة الإنتاج والإنتاجية الصادر استقطاب مدخرات المقتربين الزهب سيطرة على موضوع تهرب والاستفادة القصوى البعض يرانا نفط الجنوب أيضا ونفط الجنوب عندما يدخل نعم لا لكن نفط الجنوب يحتاج إلى زمن حقيقة يعني هو هيبدأ في أوائل سبتمبر ويحتاج طبعا يعني نسأل الله أن لا تعود الأمور في الجنوب إلى أوضاعها سيئة ويعني يدور القتال مجددا بشراسة في مناطق إنتاج البترون نتمنى ذلك نعم نعم لكن على كل حال هو يحتاج إلى زمن يعني مدة ستة أشهر أو كل عام يعني يحتاج إلى مدة زمنية حتى الفائدة القبرى ستتحقق عندما يعني يتم كامل الإنتاج يعني الإنتاج هيبدأ متدرج تدريجيا حسب الجهد المبزول في الإصلاحات الآبار وهكذا فأيضا هو متقع لكن يحتاج إلى زمن ما بين ستة أشهر إلى عام نعم شكرا جزيلا لك أستاذ حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رافقناك اليوم في الفقرة التحليلية شكرا جزيلا شكرا جزيلا